مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في كلاجموا ديفاو موضوعنا اليوم عن الحجارة الموجهة في جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية أهي دعوة ديسكارية لإبادة جماعية عالمية؟ سأزيدكم علما عن هذه الهجارة إلى الأشخاص الذين لم يسمعون عنها من قبل منذ حوالي سلسين عاما تم اشتراء قطعة من الأرض في جورجيا من قبل شخص غير معروف الهوية وقد بنى على هذه الأرض أربع عواميد طول كل عامود منها ستة أمتار وقد قتب عليهم بسمان لغات مختلفة أشياء مزهلة ومخيفة في الوقت الذي تتذكر فيه المذابح السابقة لشعوب كاملة لا يجد ما هو محفور على ألواح صوانية على ما يسمى حجارة التوجيه في جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية وإسعي أي اهتمام عام في هذه الواجهة التي يبلغ ارتفاعها ستة أمتار ومكتوبة منذ سلسين سنة بسمان لغات عالمية والتي تدعو لتخفيض مجموع الجنس البشري من خمسمائة مليون فقط أي ما يعادل تخفيض نسبة تسعين بالمئة هل يمكن أن يترك ذلك كله للصدفة؟ أم أن هناك تخطيط لمزابع جماعية يتم تنفيذها بانتصام وبشكل مستهتف؟ إن كل المؤشرات الزمنية تشير لذلك فمثلا الدعوة الهائلة للإجهاض والمساعدة الناشطة على الموت الرحيم وتدميل العائلة المرغوبة وما يتبعه من التكاثر الطبيعي والتلاعب الجيني بالمواد الغزائية والحروب كل هذا ليس آفة سرطانية على الأرض اتركوا المجال للطبيعة هذه هي الطروحة تحبز وبشكل واضح الإبادة الجماعية الطوعية لأن الإنسان يحصل لديه ضمير سيء بأن يكون إنسانا إن صاحب هذا النصب أو الذي قام ببنائه أو من هو خلف هذا الطلب غير معروف رسميا وكذلك فإن الدوائر الحكومية لا زالت تكتم حتى الآن على من يملك قطعة الأرض والتي عليها هذا النصب إن كل من يوافق على محتوى هذا النصب في جورجيا بشكل أو بآخر أو يعتبره بمثابة الوصايا العشرة لنظام العالم الحديث فإنه يبرر مخطط الإبادة الجماعية بشكل لم يسبق له نصير وعن الشاعر الفرنسي بول فاليغي إن الحرب هي مزرة بشر لا يعرفون بعضهم البعض لخدمة الناس يعرفون بعضهم البعض ولكن لا يعرضون أنفسهم لمجزرة دمتم ودائم مسائكم كلا جموة تفاو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر